يستمتع الأطفال وشباب والعائلات بالأجواء على كورنيش العالمين الجديدة على هامش المهرجان الذي يأتي تحت شعار العالم عالمين حيث تحولت مدينة العالمين الجديدة إلى مقصد سياحي محلي ودولي استقبل الزوار من جميع الجنسيات أبونا ويستمتعون بأوقاتهم أطفال يتحركون بالدراجات وأحذية التزلج بالعجلات عائلات وشباب يتجمعون ليقضوا أوقات سعيدة على كورنيش العالمين الجديدة على هامش المهرجان الذي يأتي تحت شعار العالم عالمين الحقيقة النهاردة أول زيارة لها مدينة العالمين الجديدة وحقيقة فيه طفرة غير مسبوقة في التجهيزات وفي البنية التحتية التي عملت هنا حاجات جميلة اللي واحد بيشوفها ممكن تكون من سنين كتيرة ما تشافتش وما تعملتش بالشكل وبالفخامة دي وبنشكر طبعا القائمين على هذا العمل الجميل لا الحقيقة أول مرة أجي هنا لأن عجبنا يعني من خلال التلفزيون وكده والدعية فحبت أن أنا أجي هنا أتفرج يعني أشوف الوضع بنفسي وكده وهنا طبعا ده حاجة جميلة ما شاء الله يعني المامشة والمية جميلة صفية وجميلة والأبراج طبعا كل حاجة جميلة والمول دخلنا المول حاجة جميلة ما شاء الله أنا جيت أنا وأسرتي لما خلال مشاهدتي للتلفزيون عرفت أن في مهرجان افتتاح مدينة العالمين الجديدة فجيت شرفت بالمكان ودخلنا المول ومشينا في المامشة دلوقتي والأجواء البحر جميلة جدا وده كل من دعم نسيات الرئيس عرفتاح السيسي وإحنا بنشكره للعمران اللي هو عامل في مصر ديها كلها وأنا سعيد جدا وفخور أن أنا شفت مدينة جديدة زي العالمين الجديدة تم تجيز المامشة السياحي بالعالمين الجديدة على أعلى مستوى من الخدمات الترفيهية ووسائل الراحة من مقاعد للجلوس وشمسيات تحمي من حرارة الشمس بالإضافة لعدد من المقاهي والمطاعم فضلا عن تجهيز ممرات خاصة للدراجات ومساحات ترفيهية للأطفال أول مرة أجي وأكثر حاجة عابتني البحر والمكان ونظفة المكان بقى دي يومي مثلا نبذل بسين ومثلا لما خلص بقى بلعب كرة مع صحابي وعادي بقى من الفسح وكذا احنا جاينا هنا لسه أول مرة من الدعاء التلفزيونية اللي احنا شفناها على القنوات يعني وجينا هنا أول حاجة جينا المول بتاع العالمين وبعد كده جينا هنا الممر وهنا يعني الأجواء جميلة يعني الحمد لله أكثر حاجة مميزة للأبراج دي يت وفايا في البحر ومي حواليني خضرة ومكان جميل خالص وفي كل حاجة متوفرة هنا العربية فيها الأدوية كلها الناس اللي شغالة كل حاجة متوفرة هنا في العالمين الجديدة مدينة العالمين دي مدينة خيالية جدمت مصر حواليا المدين سنة قدام كل حاجة فهم مميزة البراج والموقع والمساحة والدنيا الخيالية والناس اللي بتجي هنا تحولت مدينة العالمين الجديدة إلى مقصد سياحي محلي ودولي بعدد 15 برجا فندقي وسكني بالإضافة لتجهيز الشواطئ وتطويرها وإنشاء بحيرات صناعية وممشى سياحي جديد يستقبل الزوار من كل فئات المجتمع مصريين وأجانب عشرون يوما مروا من مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الأولى العالمين الجديدة التي تحولت من أرض غير آمنة إلى مدينة عالمية فتحت أبوابا تسويقية سياحية ترفيهية ورياضية كريم بيبرس التلفزيون المصري